عميد كل الطب يقعد سنتين بتجدد له سنتين هو أربع سنوات حد الأعلى لعميد كل الطب البشري بجامعات الحكومية فالحقيقة أنا بالسن الثالثة ببدايتها يعني قضيت يعني شي شهرين ثلاثة منه بللشنا المشاكل مع المسؤولين ومنا وزير التربية فالظاهر فيه توجه كان أنه يعملوا الإقالة فتمت إقالتي فأنا مازع لتانية حتى بعض المسؤولين يعني أو أحد المسؤولين جابت معه على التلفون وقلت له أخي بدك تأخذ العمادة فساد إداري ووظيفي وأخلاقي تلك هي منظومة أسد نظام سياسي فاسد بني على فساد نبوغ العوة عميد كلية الطب في جامعة دمشق أحد أعمدة الفساد يقال من منصبه والسبب هو مشاكله مع بعض المسؤولين أو أبنائهم الذين يريدون من نبوغ أن يغض العين عن من يهمهم أمرهم من طلاب الطب فهل أدرك الموالون اليوم كيف أن دكتورهم بشار الأسد تحول لقاتل يهدم سوريا على هواه ذاك أبسط مثال على الفاشلين الذين يدفعون لتولي أمر البلاد يعني مثل ما قلت لك مع الأسف في بعض الناس بيحاولوا يضغطوا عليك أنه بمركز قوة هو أو مركز مسؤولية أكبر منك لدرجة ممكن أنه قلت لك نسجح لي هذا الطالب أي يعني ممكن أخي يعني فيه ناس قلت لك نسجح أو ساوي أو عميد ترجمة نانسي قنقر